وبركاته قيد مع إيقاف التنفيذ مصدر من اتحاد القرى يشرح مصير صفقات الزمالك تواصل اتحاد القرى مع نادي الزمالك لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة بعد ختم سوق الانتقالات الشتوية وكان زمالك قدما ثلاثة لعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع على لعب أسوان ومحمد شبان بعد قطع عارضه من سموحة وكان قد كشف مصدر من الاتحاد المصري لقرى القدم عن عدم قدرات الزمالك في قيد صفقاته حتى الآن بسبب اشتراط اتحاد القرى دفع جزء من مديونيات النادي وتواجد وفض من نادي الزمالك داخل اتحاد القرى في الدقاق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة اتحاد القرى وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة للنهاية يجب أن يضغط اتحاد القرى على موافقة من أجل إتمام عمليات التسجيل وإشتراط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفع من المديونية بتلك الخطوة لن ينجح اللاعبون سلسة في استخراج بطاقة مشاركاتهم في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد القرى وبذلك لن ينجح الزمالك في إشراق صفقاته الجديدة بالمباريات إلا بعد تسويات المديونيات المتأخرة لدى اتحاد القرى ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحدى من فريق فاركو ضمن منافسة الجولة السبع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز ترجمة نانسي قنقر